طبعا حضراتكم انا هاجل بس النقاش في موضوع طرق عامر ورحيله او اقالته او ايا كان المسمى اللي احنا هنقوله لان واضح نهيب افاق نقابل وبنسميح بعد شوية في خلافات وجازة النظر انما خلونا نتكلم في المتفق عليه المتفق عليه الان هو ما يحدث في جازة الوراء اعتقد لا يختلف مصري مع الاخر ايا كانت مشاربه ثقافته افكاره سياساته ان ما يحدث في جازة الوراء هي جريمة جريمة وتعدي على القانون المصري على الدستور المصري جريمة تهجير قصري لمصريين داخل جمهورية مصر العربية جريمة اعتداء على ملكية خاصة جريمة ترويع وعنف ضد فصيل من ابناء الوطن لا يختلف مطلقا لن تجد اتنين مختلفين حول هذا الامر وكنا نتمنى في الحياة ان كافة الطيرات السياسية الاحزاب السياسية مجلس النواب كل من يعبر عن المواطنين وعن الشعب يتكلموا قدامكو ناس بتنسحل في الشارع قدامكو جزيرة محاصرة بقالها 3 ايام قدامكو اعتداءات وقنابل وغاز مسائل الدموع قدامكو اعتقال ناس من بيوتها ابرياء مسالمين قدامكو كل ده وشايفينه بنيكو ما يتكلمش انما النهاردة على استحياء احد الاحزاب المصري يتكلم واعلن بيانه مع تقدير الكامل حقيقة لموقفه وانه الحزب الوحيد في مصر الذي فعل هذا الامر انما بلا شك انه سوف يكشف دور باقي الاحزاب السياسية الذي رفع الراية الغضب والادانة لما يحدث فيه الوراق كان حزب دستور اللي اظهر النهاردة بيان بشكل واضح جدا ويدين فيه الاقتحام الذي قامت به قوات الامن لجزية الوراق ويلقاء القبض العشوائي على عدد من المواطنين واستخدام القنابل المسائلة لدموع لتفريق السكان الذين تجمعوا رافضين المحاولات المستمرة لهد منازلهم بالقوة وسنكر حزب دستور تكرار هذه الاقتحامات التي هددت حياة المواطنين منذ الاقتحام الاول الذي وقع فيه 2017 واصفر عن وفاة المواطن سيد تفشان ويلقاء القبض على تسعة اخرين طبعا سيد ساميح يعني اعتقد هذا البيان مقدر جدا ومثمن جدا صحيح من حزب سياسي مصري صحيح انما ايضا كاشفا لتخازل باقي الاحزاب السياسي كاشفا لتخازل مجلس النواب كاشفا لتخازل اشخصيات الوطنية الاخرى صحيح سيد احمد في الحقيقة البيان ده مش بس بيفضح الحركة السياسية المصرية على مصرعيها في كل طياراتها للامانة يعني لا ده كمان بيضعنا امام سؤال مهم جدا وهو احنا ليه يعني ايه علاقة الحوار الوطني اخد بالك احنا عندنا حوار شعبي لكن ما زالت الدولة بتحافظ و بتدعي انه في حاجة اسمه احوار وطني احنا نسينا كلام ده احنا نسيناه بس هم مش نسيناه لانه ده الحاجة الوحيدة اللي عندهم ما تخلينا نروح حزب الدستور افر اه بس بس حضرتك لو بصيت على الاوضاع اللي موجودة جوه الوراق احنا بننقل صور وفيديوهات كأننا في حالة صراع طبعا حرب ومعرفة حرب صحيح ما بين السكان المحليين وقوات الاحتلال صحيح احنا في دولة يعرف فيها الجميع ما يحدث والجميع صامت الجميع صامت فلما يصدر بيان من احد الاحزاب السياسية في الداخل ده يشكر جدا جدا وترفع لها القبعة لانه في الحقيقة يعني في احزاب يسارية كنت متخيل انها تطلع بيانات بس بنفس بنفس هذا المعنى بنفس هذه الرسالة لكن الوضع في الحقيقة غريب جدا انا مش عارف حزب التجمع فين مش عارف الحزب الناصري فين انا مش عارف حزب الكرامة فين حزب الوافد فين انا مش عارف حزب الوافد فين انا مش عارف احزاب المعارضة فين من اللي بيحصل ده انت عندك احزاب اشتراكية كتير عندك الحزب الشوعي المصري فين يعني انا مش شايف وكأن الوراق دي في جزر قمر مش في جمهورية مصر العربية لا الوراق جزيرة مصرية ثالث هي الثانية على قائمة التنازل عن الجزر المصرية الوراق داخل القاهرة فأين أنتم يا سكان القاهرة من النخب المحافظة على ماكنها في مقاهي وسط البلد طيب أحمد خلينا مرة أخرى نعاود الآن أن ننقل لحضراتكم نقل مباشر وحي تقريبا شغال طول النهار وطول الليل من الجزيرة نفس الصورة لساعتك شفتها مبارح معنا في الشر المصري وأول مبارح نفس الصورة مستمرة طول الليل والنهار يعني حقيقة قوات الأمن الخاصة وقوات المركزي وقوات مش عارف الايه ورجال الأمن الوطني ورجال كل ساعتك ده كل شغال في أرض المعارك تحول الجزيرة الوراق إلى أرض معارك وكر وفر واشتباكات مع المواطنين واعتداءات خلونا نشوف حضراتكم هذا الاقتحامات الليلية لجزيرة الوراق وبرضو دخل قوات الأمن تطلق الغاز المسائل للدموع واعتداء مباشر على المواطنين العزل ده أزان العشاء أزان العشاء وجوه الحوارج جوه وجوه وجوه وهما متخيلين ان هما كده الناس هتمشي ما فيش حد هيمشي وانتم مش فاهمين اللي بيحصل على فكرة يا جماعة الناس دي يعني الناس دي يعني الناس دي ما عندهاش سامر هاوس هفاهم انت الجو الأوروبي وعندهم حيث تانية روحوها عندهم شقة تانية بتاعت أيام الفقر فقدلوقتي نقدر نرجع لها طيب الناس دي ما عندهاش حاجة خالص ده اللي انت شايفه قدامك ده كل ما يملكه من حطام الدنيا ما ترى أمامك هو كل يملكه في هذه الدنيا وانت جاي تاخده تخيل رد في علومة يبقى ايه حط نفسك مكانه حط نفسك مكانه خد بالك ان هما الناس بتتعامل برضو بقدر الامكان في حدود الاعتراض والاختلاف والبتاع مفيش يعني ده لو في الصعيد كانت بقت مجزرة كانت بقت مجزرة لكل الأطراف يعني ده احنا غلابة في الوراق غلابة جدا 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 مناظرين حقيقيين يدافعوا عن آخر شيء له علاقة بفكرة الملكية في حياتهم مش فاضل غير الهدوم هتاخد منهم البيت هيفضل ايه الهدوم بس ما هيسترهم تعالوا شوف شكل من يعني فيديو بيوطح جزء من الإصابات أو يعني سامبل تمثيل بسيط للإصابات أو نموذج بسيط للإصابات اللي كانت موجودة طول اليوم النهاردة شيء محزن إن يكون دول مصريين يتم الاعتداء عليهم خرطوش خرطوش أنا حياة يعني بسأل الجندي المصري والقوات الأمنية الباسلة وانتو دخلين معركة الوراء وتطلقوا النار على الخصوم والأعداء انتو حضرتكم شعرتوا كده بالنشوة الانتصار والبطولة قوتنا الباسلة اللي هناك بتحارب على خط جزية الوراء أخبار إيه يدرتوا تقهروا الأعداء وتنايموهم في بيوتهم وتروعوهم وتلقوا عليهم هذا كل هذا الرعب والقهر والزل عشان يخرجوا بيوتهم أنا حقيقة مش عارف الصورة أقولها إزاي